هالبرنامج عم يتقدم لكم دراعية أندريوس ميديا أطيب تحيات مشاهدي برنامج أمنيات بجوز كل واحدنا لما إيجا على كندا وعلى تورونتو سمع هالنصيحة أنه بناء شبكة تعلاقات هو أحد مفاتيح النجاح بالحياة العملية بهالبلد الجديد وبهالمدينة ومن الميديا ومن الرجال ومن جو الأعمال سيدة جوجو الخطيب بالسوحة ربما فكرة ملتقى رجال وسيدات الأعمال العربية اللي بلشت السنة الماضية وهي السنة رح يكون في دورة جديدة هي الدورة الثانية مرحبا سيدة جوجو الخطيب مرحبتين كيف فاك الحمد لله نحكي عن الملتقى أولا كيف بدأت فكرته كيف كانت الخطوة التنفيذية الأولى لإلو هو بسنة 2011 سنة الماضية سيد جمال قريوتي مدير الفاوندر تبع جيكيو مالتي ميديا فكر بي أنه نجمع رجال الأعمال أنه يجتمعوا مع بعضهم يناقشوا الوضع يعني الوضع البزنس بكندا وكرجال الأعمال كيف يدعموا ويحاولوا يحسنوا من الوضع للمستثمر العربي فيه فهنيكة يعني فكرنا بالموضوع وهيك وجيت أنه يعني قلت له جمال ونعمل ويش بس أنه ملتقى لرجال الأعمال لحتى يناقشوا بس رجال الأعمال ومشاكل رجال الأعمال والبزنس طبعا رجال الأعمال ليش ما بنعمل شغلة نحنا تجمع الكوميونيتي العربية كل ليتها وميما فيها رجال الأعمال أنه يدعموها ومن هنيكي بلشت الفكرة وانطلقت وانطلقت القرب الاراب كينيديا بزنس قالها يعني أنتي والسيد جمال تشتور بمجال الأعلام ليش فكرتوا برجال الأعمال وليس رجال الأعلام ويمكن بمجالنا نحنا لأنه نحنا متعامل كل كل ليتها بمجال الأعمال وفي برد من نحنا بنسأل مثلا كيف تفعل كيف تفعل كيف تلقيق كيف تلقيق كيف تلقيق وكيف تلقيقنا ويهذا نعمل ومن هونيكي بلشت الفكرة وانطلقت لتغطي العالم كليتهم طيب موضوع بناء شبكة علاقات عملية وعلاقات ربما بعدين اجتماعية يعني شو مدى حسيتوا انه مفتقدة بالنسبة للجالة العربية والله يعني هي ليك ما بعرف انه في كتير ناس بيقولك انه مفتقدة وانه يعني العرب ما بيجتمعوا مع بعضون او انه العرب يمقسمين كل جالي لحالة مثلا الفلسطينية مع بعضون اللبنانية مع بعضون العرقية مع بعضون انا ما بشوفها هيك او حتى اذا بينت هيك انا بقول انه طب اللي عم بيشوفها هيك وبيضلوا انه شايفة وساكيت ما عم بيغير يعني you have to change like وانه to change you can't just like talk about it يعني you have to take a step وانه taking a step is doing something وهي دي اللي عمنا عمده نحنا انه نحنا جالية عربية بكندا بالاول نحنا جالية عربية بس نحنا كمان كليتنا كنديين و we can all is like انه connect together ونبني مع بعض اكيد دافع حلو الفكرة حلوة بس كيف كانت الصيغة التنظيمية للفكرة كيف بالتجربة الماضية بالسنة الماضية عملت وش رحت عنه هي السنة هلا طبعا السنة الماضية لما احنا طرحت الفكرة وبلشنا فيها ما كان عنا الوقت الكافي يعني بلشت الفكرة طلعت بسبتمبر وبلشت نشتغل عليها بسبتمبر و you know like you know how to organize such an event takes like and takes like lots lots of time وطلعت بنوفمبر so ما كان عنا الوقت الكافي لحتى انه basically like انه يعني excel انه ناخد ونوصل الالتيمت انه يلي الالتيمت دريب والجول يلي بدنا ياته مننا فكانت بس على يوم واحد ساتردي على مدد اربع ساعات exhibition معرض كانت تجاري trade show كمان للبزنسز وبعده كان في حفل ختمي تم من خلاله تكريم بعض الشخصيات اللي بمجتمعنا يعني اللي بتقدم المجتمع شخصيات بارزة مهمة عندها كتير support للكميونيتي involvement بالكوميونيتي charity ونجاح من ناحية البزنس السنة الماضية اللي بتقدناه انه في كتير ناس انتقديت انه ما كان فيه ولاد ما قدرنا نجي من شين لولاد ما قدرنا وين بدنا نحطوهم شو بدنا نعمل سو السنة هايدي قلنا يا عمي لا بدنا الناس وبدنا الولاد كمان وبزنس قاله بتصير بقى يا عمي كوميونيتي قاله فعملناها المرة ان شاء الله حيكون على يومين جمعة وسبب الجمعة يعني حيكون بنفس المكان لانه المكان كتير كبير ومناسب وموقعه كتير مهم لانه جاي بالنص بين الشرق وبين الغرب وبين الاتجاهات انا ما بخبرك يعني سو ما حيكون مشكلة للكل يعني الكل بقدر بيوصل له حنغير اللي اوت وحيكون عنا بقلب السنتر نفسه قاعة كبيرة مهيئة أو مخصصة للاطفال من عمر ثلاث سنين لأي عمر ما عاد في عزر لحدة انه ما يجي حيكون انه حيكون انه سيكيورد وإنشورد وسوبرفايز يعني عنا تيم كاميل انه حيكون انه حيكون انه تيكين كير حيكون عنا مثلا تالين شو حيكون عنا ستوري تالينج حيكون عنا مثلا في بيزنس يجب الشركين معنا دعمين الفكرة حيكون عنا مثلا إير بيرسنج حيكون عنا مثلا دنتل سكرينينج وحيكون فيه فود موجود كمان يعني يبدو انه عم تحولوا بشكل فوري ليكون مثل ملتقى شامل بالزابط مثل مهرجين يعني هكو اللي منتابع معاك تفاصيل ملتقى رجال وسيدات أعمال عرف تورونتو سيدة جوجو الخطيب بعد هالإعلان ومنتابع معكم أعزائنا مشاهدين لإعلاناتكم على برنانج أمنيات تصلوا فينا على 416-595-6161 عروض مميزة اتداءا من 100 دولار شهريا تصلوا فينا اليوم وسوى منطور إعلاناتكم لمستوى أفضل مع أمنيات بيزنس أكتر ومدخول أكبر أهلا بكم مجددا مشاهدي برنامج أمنيات ونتابع لقائنا مع سيدة جوجو الخطيب المنسقة العامة لملتقى رجال وسيدات الأعمال في تورونتو سيدة جوجو يعني أود أن نسألكي عن القطاعات الأعمال التي شاركت في السنة الماضية والتي دعوتمها هذه السنة السنة الماضية كان عنا إجمالا من شط المجالات بس كان عنا سيرفيس أكتر يعني انفستمنت لونز بنوكي ريال ستايت السنة الماضية كمان شارك معنا مطاعم وأيكتشل يشارك معنا ناس بش بس عرب بزنسز مش بس عرب شارك معنا بزنسز كنديين بزنسز من أثنك كميونيتيز كان في عنا فود كان عنا أرتزانة السنة الماضية كان عنا بيرفيوم بس هايدي السنة ستل السيرفيس موجودة ستل عنا بنوكي هالمرة عنا سيارات عنا الفولزواجن مشاركين معنا عنا انشورنس كومباني نيزيول جروب انشورنس مشاركة معنا عنا هولي مش عرب انه شوف لون طلعنا نحن نعم هاي نطبط دي اسألك لما نقول ملتقى رجال وسيدات الأعمال العرب هل منقدر نقول انه رجال الأعمال موجودين في تورونتو هم عرب يعني صنفهم ام كنديين عرب او انهم منخلطين بالحياة الكندية ما هو هلا بالنهيي انه انت لوش عربي بس انت عندك بزنس انت ان انت مقاومات في بائد الاربي لذا هل انه مثال نحن سنستفيد كعرب بزنس وانت كبزنس كندي بحت هتستفيد كمان انه او نتورك انه او نقومات وانه نحن زي ما قلتلك انه نحن كمان انه لما منسمي انه العرب كنديان بزنس قاله مش هدفنا انه نحظ نعظل حالنا عن الكنديين او الاند او الاي احنا كليتنا كنديين يعني نحنا أنا لبناني وإنت فلسطيني وإنت سوري مدري شو من روح نعم من أصول عربية منزور بلدنا ومنزور أهلينا والماموريز تبعليتنا منتذكرها بس at the end of the vacation منإلهم بدنا we're going to go back home and back home to Canada سو أنه الأراب كنيديان بزنس جاله طلع اسم هل حال موضوع سيدة جوجو يعني شائك لأنه موضوع تحديد الهوية والانتماء هو بش تحديد هوية أو انتماء هو بالنهاية أنه نحنا بي كندا وعم نشتغل بكندا عم نبني بزنس بكندا نعم هاي المطبق أكيد الحياة اليومية والعملية هي هون وبجوز هذا كتير من المهاجرين العرب بيكونوا عازين حالا عن المجتمع الكنيدي الأوسع بس النقطة اللي بلشتنا منه وهي موضوع بناء شبكة علاقات كيف هالملتقى بيساهم فيها يعني أكثر من العملية أنه متجمعين بمكان واحد هل أنتوا في عندكم طريقة لجمع هالمهتمين بمجالات معينة نحن مثلا نحن نحن نشوف البزنس طب أولتك كشركة نحن ميديا متخصصة أنه لحتى تساعد البزنس البزنسز أنه يكبروا والإكسبوجر طب أوليته أنه تبرموتهم لذلك نحن نشوف وين التارجت أنت شو التارجتة بولتك من البيعات اللي ميدي تستفيد انت يعني تبنيفت من احدهم لذلك نحن نتشارك نحن نشارك نحن نتشارك نحن نتشارك الناس ونحن نتشارك نحن نمتشارك من مجردنا كنا نحن هناك كامل 2006 في هذه البيعات وهذا مهم جدًا جدًا هل في السمرارية بعد ما يخلص الملتقى؟ أوه نعم يعني السن المادية بدي خبرك بالملتقى يعني كتير صار فيه منفعة لكل الأطراف يعني فيه ناس حقًا نعلم أنهم فعلوا بيزنس على مكان وفيه كان بعض الجالة استمر البزنس كمان يعني نحن عملنا بعد الجالة عزمنا كل اللي كانوا معنا البزنس اللي مشاركين وكليتهم إجوا وقعدنا وحكيوا وحتى الآن حقًا نحن نتحرك وإذا لم يكن فيه مثلًا أنه بيزنس مع بعضهم فيه حدًا بيذكر قدام حدًا أنه بده يعني؟ لذلك يتحرك إنه نتوارك إنه بيزنس حتى صار فيه حقًا أنه بيزنس عمل خلق بيزنس من الجالة السن الماضية هو من هون إلى الميدل إيست توريد إبداعة من هون إلى الميدل إيست من منتج كندي لرجل أعمال بيزنس عربي توردت للميدل إيست البداعة لذلك يعني أنه لا شيء وهلّا هيدا السنة كمان متوقعين أكتر من هيك هالمرة عنا نسبة المشركين كتير أكبر لأنه طبعًا كليتهم صاروا عارفين إنه شو هي الجالة يعني هالمرة حتى عنا كتير برودكت كتير يعني عنا شوز عنا بيرفيوم عنا شراشيف عنا شو مخبرك يعني أنا مش عارفي كيف الشوز يعني أنه عنا الشوز شركة لبنانية نعم متخصصة إي ربما بنرجع من فوتك تفاصيل أجنحة موجودة بعد التوقف الإعلاني القصير ومنعود لكم أعزائنا المشاهدين بداءً من 100 دولار شهرياً تصرفين اليوم وسوى منطور إعلاناتكم لمستوى أفضل مع أمنيات بزنس أكتر ومدخول أكبر من جديد نحن معكم أعزائنا مشاهدي برنامج أمنيات في هذا اللقاء مع سيدة جوجو الخطيب المنسقة العامة لملتقى رجال وسيدات الأعمال في تورونتو سيدة جوجو ربما إذا أردنا أن ندخل إلى جميع الأجنحة في الملتقى سنأخذ وقت طويل اختاري لنا بعض الأجنحة التي تجدينها يعني مصيراً الإهتمام وعرفين عليها يعني عندي شركي بس كندا صاحبته ستة عربية عنده ما تعتقد لذلك المعرض تبع القالة سيكون يعني من فقط بوث كما تعتقد ما تعتقد من الكاربت كما تعتقد المنزل 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 هذا شيء ما تعتقد لك أنا محب الشوز كثيراً كثيراً لدينا صاحبه رجل أعمال لبناني الشوز طبعاً ديزاينر لبناني اللي بيعملون و بيعملون يعني ما بخبرك قداش كنت مبسوطة انه انه هني حيكونوا موجودين معنا وبتوقع كل الستات يكونوا كتير كتير مبسوطين عنا مثلاً تياب سهرة وفاستين عرس من بوتيك لوسي بي اوكفيل هولي الستات كليتون هلا بالنسبة للرجال عنا عنا بانك مونتريال عنا الفولزفاجن عنا انفستر جروب عنا نيزيل جروب انشورنس عنا طارق المصري اللي ستات يعني اجمالاً نحنا واحد من كل يعني عم نحاول انه ما نكون يعني نعطي كل واحد حقه نعم عناوين عناوين الاجنحة هل هو المقسم الملتقة سيكون الى مثل قطاع لا لقلتلك لانه طبعاً نحنا بس عنا حيكون خمسين بزنس عنا المسيحة خمسين بزنس وعنا من كل فيلد بس بزنس واحد فما فينا نعمل اجنحة بس عنا بوث قائم لكل شخص يعني لكل بزنس سيدي جوجو الخطيب السنة الماضية كان في على هامش ملتقى رجال الأعمال والسيدات العرب في تورونتو تكريم لشخصيات عربية معروفة في الجالية بدور الفعال هاي السنة مستمرين في هذا التقليد؟ هاي طبعاً أكيد وهالمرة عنا عدة شخصيات وأكتر بكتير بش بس بزنس هز هالمرة عنا كتير شخصيات مكرمينة عنا تقريباً عشر أشخاص سيدات ورجال وما حنسميهم حيكونوا مفاجأة للكل بس أنا متأكدة أنه الكل حيكون براود فيهم زي ما نحنا براود فيهم بصراحة سيدة جوجو الخطيب يعني من سنة لسنة يبدو في نقلة كبيرة بمفهوم المهرجان وتنظيمه يعني بلشتوا بملتقى لرجال الأعمال وهللي عم تحاولوا تحطوا كتير نشاطات وتجمعوا كتير شرائح برجالة العربية بهالملتقى هل برأيك التخصص أو التركيز على شريحة معينة هو الأفضل؟ هلأ نحنا بالنسبة إلينا الهدف من الجالة مش التخصص مش بزنس مش رجال الأعمال فقط حتى بالسن الماضي بالجالة اللي بلشناها ما كان بس إنه لرجال الأعمال كان في عنا الحفلة للختام التكريمي يلي كرمنا فيه عدة شخصيات يلي كان فيه حفلة للبابلك إجوا الناس وانبسطوا وشاركوا فالهدف من الجالة بش بس إفنت للبزنسمن تبروموتر بزنسوني وبش بس ماركتنج كامبان لإلن الجالة بالنسبة إلي أو بالنسبة لجيكيو ملتي ميديا ولازم تكون بالنسبة إلنا كليتنا الجالة ماركتنج كامبان حب أجل 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 لذلك نحن نبني مع بعض ونتأمل مع بعض ونصنع شيئا ونحتفل فيه والمشاهدين بحاجة يعرفوا الزمان والمكان لحتى يحدثوا بكل هالقيم أكيد أكيد طبعا أكيد حيكون بنوفمبر طبعا نحن شهر نوفمبر هيدا خلاص لإلنا يعني إنه مكرس لإلنا حتكون بالسكند والثيرد نوفمبر حيكون الفاميلي دي سميناه فاميلي كارنفال وهو الإفتتاحية تبع الملطأة حيكون عنا الإجزبيشن وحيكون عنا الفاميلي فونكشن أيضا أجل والثبت حيكون عنا ستل الإجزبيشن ولكن أكيد 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 وحيكون بعد الحفلة الختامة اللي هو الأورد سريموني والتكريم وعنا سكولرشيب كمان حنعطي لطالب هيدا السنة إن شاء الله نشاطات حافلة كل الأمنيات بالتوفيق يخلي لي ألبك يا رب يخلي لي ألبك الملتقى رجال وسيدات الأعمال في تورونتو شكرا أعزائنا مشاهدين للمتابعة وإلى اللقاء في حلقات قادمة اشتركوا في القناة لإعلاناتكم على برنامج أمنيات تصلوا فينا على 416-595-6161 عروض مميزة إبتداءا من 100$ شهريا تصلوا فينا اليوم وسوى منطور إعلاناتكم لمستوى أفضل مع أمنيات بزنس أكتر ومدخول أكبر اشتركوا في القناة